يبقى تحقيق الحلم الكردي في إقامة دولة مستقلة عن البلد الأم العراق هدف يتطلع الكرد إلى تحقيقه في المستقبل عبر الحوار مع بغداد كما قالت ممثلة إقليم كردستان في واشنطن في محاضرة عن مستقبل الإقليم بعد داعش في مركز هتسن للدراسات لكنها أكدت أهمية توحيد الصف الكردي أولاً وحل مشاكلهم الداخلية أعتقد أن دولة كردية مستقلة ستكون أفضل شريك للدولة العراقية تجارياً وعسكرياً كما ستكون الدولة الكردية شريكاً وحليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة الأمريكية مشكلة القيم في العراق يجب أن يكون لها الأولوية بالحل في مرحلة ما بعد داعش لمنع ظهور جماعة متطرفة أخرى في العراق ويمكنني أن أخبركم كشخص درس تاريخ العراق الحديث كان من الخطأ دامش كردستان في الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الأولى يضاف إلى هذه المشاكل مواقف دول الجوار العراقي المتمثلة بتركيا وإيران وسوريا الرافضة لإقامة الدولة الكردية التي تعتبرها تهديداً لمصالحها المحلية والإقليمية أعتقد أن إقامة دولة كردية سيثير حفظة الدول المجاورة كتركيا التي لديها أقلية كردية وإيران التي ستشعر بالخطر مع احتمال إقامة قواعد عسكرية أمريكية فيها إضافة إلى علاقاتها الجيدة مع دول الخليج وهذا أمر لن ترتاح له طهران ويتساءل بعض المتابعين كيف يمكن إقامة هذه الدولة والخلافات السياسية تعصف بالإقليم بشأن طبيعة نظام الحكم ومنصب الرئاسة والبرلمان المعطل عن العمل لأكثر من عامين إضافة إلى الأزمة الاقتصادية واعتماد اقتصاد الإقليم على واردات النبط كمصدر لتمويل خزينة كردستان علي شكور الحرة واشنطن